المرشح الثالث وهو فريد زهران هو كمان عمل مؤتمر انتخابي في محافظة أسيوت صعيد بقى قال بشكل واضح وصريح انه بيقدم نفسه مرشح رئاسي للتعبير عن أمال قطاع كبير من الشعب المصري اللي عنده أمل وعنده حلم بتغيير الواقع الخاص به كل ده من ضمن تصريحات السيد فريد زهران المرشح الرئاسي طيب برضو أنا دايما لما يعني بقرأ أو بستمع إلى هذه الخطوط العريضة دايما السؤال القادم بالنسبة لي ماذا عن الآليات؟ أي هدف له وسائل لتحقيقه أو له طرق للوصول إليه نقدر نعمل ده ازاي؟ في إجابته عن السؤال ده السيد فريد زهران قال انه هو بيؤمن بالاختصاص بمعنى انه كل ملف لون خبراء ولون مختصين اللي لازم ياخدوا فرصتهم وانه كرئيس لا يتدخل في ما لا يعلمه وانه لكل قطاع في الدولة خبراء يقدروا يشوفوا المشكلة يشخصوا المشكلة ويدرسوها بشكل أو بآخر ويضعوا لها حلول واضحة طيب دكتور زهران كمان دكتور فريد زهران قال انه مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية وبتنحاز بشكل كبير لاختيارات وقرارات الشعب ولا تقف ضد إرادته ولو الشعب اختار فريد زهران مؤسسات الدولة المصرية هتنحاز لخيار الشعب المصري بنقل لحضراتكم تصريحات هذه التصريحات نستطيع ان نقرأ من خلالها ماذا يدور في عقلية هذا المرشح الرئاسي عشان نقدر نفهم بماذا يعد ماذا يرى ايه تفاصيل رؤيته ايه تفاصيل برنامجه الانتخابي اتكلم كمان عن 25 يناير لما الدولة ومؤسسات الدولة كمان انحازت للشعب وانحازت لرغبة الجماهير واشار كمان ل30 يونيو وانحيازت دولة للشعب ضد جماعة الاخوان وانتهى بنفس الاشارة اللي اشار اليها دكتور عبدالسند يماما وهي ضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية وعدم الاستماع للرسائل المحبطة والتضليل والتدليس والناس اللي بتقلل من اهمية الانتخابات كلها والملف برمته وبتقلل من فرص نجاح المرشحين وتقولك الامور محسومة وده كمان طرح الحياة بنتكلم عنه باستمرار